اشتركوا في القناة طيب الان حلقتنا اليوم ان شاء الله سؤال سهل وبسيط وان شاء الله ما بيأخذ معنا وقت شو بيقول السؤال بدأت لاحظتوا بدرس معدلات شغلي ولا لا ايش يا استاذ فهمك للسؤال تحليلك للسؤال 70-80% من الحل طالب مرات ما بيعاني من الاشتقاق من تكوين العلاقة مرات الطالب بيعاني من استاذ مش مستوعب معنا السؤال استاذي مش عارف ارسم الرسمة طب استاذ اتعلم تعال نقرأ نقرأ بتدبر ابتماعن اي واخذ نفس وقول بسم الله بدأت النقطتان اي وبي الحركة معا اذا في عندي نقطتين واحد يسمها اي وواحد يسمها بي هذول بدأوا الحركة معا من وين من نقطة الاصل او اذا الا والبي بدأوا حركتهم من عند نقطة الاصل او وقف لي هون استاذي معناته انا بحاجة لرسم مستوى دي كارتي تعال شوف رسمنا المستوى الدي كارتي المحور اكس المحور واي هون استاذي في عندي او تمثل نقطة الاصل هذه النقطة او نقطة الاصل في عندها ضيفات ثنتين اكم ضيفة عندها ضيفات مين هن الضيفات في عندي نقطتين واحد يسمها ايه والضيفة الثانية يسم هذه تمام كانوا قاعدين عند نقطة الاصل عبارة عن ضيوف شربوا شاي وشربوا قهوة وقالوا الان بدنا نروح شو بدنا نروح خلينا نشوف انا وياك الان نرجع لنص السؤال نشوف وين راحت النقطة ايه وين راحت النقطة بيه اذا الا والبي انطلقوا من نقطة الاصل اذا هاي نقطة البداية خلينا نشوف الان بعد ما ضيفوا وين راحوا يا استاذ طيب بحيث تتحرك النقطة بيه على محور اكس الموجب بيّنت البي مشت على محور اكس الموجب اذا استاذ تعال روح على الرسمة النقطة بيه مشت على محور اكس الموجب حب يلا امشي يا بي هاي حركة النقطة بيه هلا انا بدي افترض في لحظة ما وصلت النقطة بيهون ايها مثلا سميها بي فتحة مش واحد يفكرها مشتقة البي لا يا جماعة هون بداية الحركة المقصود بي برايم او بي فتحة نهاية الحركة وقفت عند النقطة هاي مشت على اكس الموجب ووصلت لهون طيب كويس هذا بالنسبة للنقطة بيه طيب استاذنا وين راحت النقطة ايه خلينا نشوف طيب قال لك هون تتحرك النقطة بيه على محور اكس الموجب مبتعدة عن نقطة الاصل اكيد لما تروح على اكس الموجب راح تبتعد عن نقطة الاصل بسرعة اثنية المتر لكل ثانية شو هاي هذي سرعة النقطة بيه بارجع للسؤال الان اذا بديش احط رموز مشان اكمل نص السؤال اشوف شو فيه لقدام باكتبه هون على جانب باقول له سرعة النقطة بيه تساوي اثنين متر لكل ثانية احيانا بأجل الترجمة طيب كويس نرجع للسؤال ثم وتتحرك النقطة ايه ايه واسا دور النقطة ايه عرفنا بيه وين راحت طب وين راحت الايه وتتحرك النقطة ايه في الربع الاول يا السلام طلعت ايه في الربع الاول الا بيه مشت على اكس الموجب اما ايه اتحركت بالربع الاول طب كيف مشت جوه الربع الاول طبعا انتو عارفين هذا هو الربع الاول طب ايه مشت في الربع الاول كيف مشت بالربع الاول كمل السؤال على منحنة الاقتران افل اكس بيساوي اكس تكعيب النقطة ايه مشت في الربع الاول وين بتتحرك على المنحنة افل اكس اكس تكعيب لازم اي طالب علمي يعرف يرسم الاختران اكس تكعيب الخطوب الاول ثانوي بيجي زي الكرسي بيرتكز على نقطة الاصل تعالي نشوف يا استاذنا يعلم رسمة الاختران اكس تكعيب خليني ارسمه هاي هاي رسمة الاختران اكس تكعيب انظر هاي زي الكرسي هاي هذا اللي انا رسمته باللون الازرق مين هذا هذا استاذي افل اكس بيساوي اكس تكعي طعب تعالي نشوف الان حركة النقطة ايه الايه بدأت حركتها من نقطة الاصل مشت على هذا المنحنة اللي باللون الازرق وين في الربع الاول معناته انظر هذا السهم يشير الى حركة النقطة من ايه طب كوي طب وين نحط النقطة ايه بالزبط وهي ماشية على المنحنة والله انكمل قراءة السؤال بحيث اقرأ لي هاي مهمة تبقى هاي قطعة القطعة اي بي يعني القطعة الواصلة بين الا والبي دائما عمودية على محور ايكس الموجب هلا هاي العبارة بدي انسخلك اياها مرة ثانية هون شان تستوعب معي ما للقطعة اي بي هذه القطعة اي بي تبقى دائما ايش عمودية عمودية عمين عمودية على محور ايكس الموجب هون الحبكة وهون شغل لمخك يلا تعال جاي القطعة اي بي القطعة الواصلة بين الا والبي هلا الا مشت على المنحنة في الربع الاول تعرف وين دا حط النقطة ايه اقبال بي بالزبط طب استاذي ليش اقبال بي بالزبط ليش اقبال بي بالزبط لانها عمودية انظر هنا طلع 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 علي هون هاي ها بس وقف لي هون النقطة ايه هاي ها هذي نهاية الحركة لنقطة ايه اللي انا بدي سميها ايه فتحة الطلع لي هون بالله عالقطعة اي بي بدوس طالي بيقول لي هذي مش اي بي بقوله لعاد شو هاي بيقول لي هذي ايه فتحة بيه فتحة ولك يا اهبل نفسها اي بي سليم واحد اسمه سليم قاعد عند نقطة الاصل وماشى على محور اكس الموجب بصير حمدان لا بيظلوا سليم بس انا بحط الفتحة مشان اميز لك بداية حركة نهاية حركة ها سوسان قاعدة عند نقطة الاصل مشت على المنحنة بالربع الاول بتصير خديجة لا بيظلها سوسان بس انا هون مشان اميز لك انه هاي نهاية الحركة اذا هاي تمثل ايه وهاي تمثل بيه اطلع لي هون ما للقطعة اي بي عمودية تبقى دائما عمودية عمين عمودية على محور اكس الموجب هايها هذه القطعة اي بي عمودية شو معنى كلمة عمودية زاوية قائمة تسعين درجة عمين اي بي عمودية على محور اكس الموجب اه يعني الفكرة كالتالي النقطة بي ماشية على اكس الموجب والنقطة اي ماشية على منحنة اكس تكعيب بس الاول بي متفقات مع بعض شو متفقات خلينا دايما نقبال بعض وهنا ماشيات خلينا دايما نقبال بعض يعني زاوية بأنهم قائمة هاذا الحكي مش مني نص السؤال هايو تبقى دائما اي بي عمودية على اكس الموجب اذا حركنا بي ورح نحرك اي اذا بتوصل الاي مع البي دائما هاذي زاوية قائمة عمودية هاذا الحكي من نص السؤال شرط موجود بالسؤال وصلت اذا قبل ما اكمل النص يا استاذي شو اللي صار الان في عندي نقطتين واحدة اسمها ايه واحدة اسمها بي بدأوا الحركة من نقطة الاصل او وين راحت البي مشت على اكس الموجب طب الاي وين راحت مشت في الربع الاول وين على منحنة اكس تكعيب ماشي على المنحنة بس في شرط للحركة الاي والبي دائما اقبال بعض اذا بتوصل اي مع بي تكون اي بي عمودية على اكس الموجب وصلت يا استاذ طب ممتاز نرجع الان الى نص السؤال بعد ما شرحت لك هذا الشرط استوعبنا وتعلمنا كيف نرسم طب شو بيحكي السؤال اجد معدل التغير في مساحة المثلث اي بي او بدنا معدل التغير في مساحة المثلث اي بي او معلش روح انا وياك على الرسمة وندور على المثلث اي بي او خليني اشوفه بعيني وين المثلث اي بي او وصل يلا هاي الاو وهي الاي وهي البي هاي النقاط الثلاث بس معناته بدنا نوصل هون يا استاذ علشان نصنع مثلث هنوصل اي مع الاو هايها وصلنا الاي مع الاو يا عيني تمام هايو المثلث يلا قرأ لي اياه اي بي او لا ترجع تقول لي اي فتحة بي فتحة او هو نفسه اي بي او هذا المثلث مساحته رح تتغير ليش لانه البي والاي بتحركين مش ثابتات حرك بي حرك اي هذا المثلث مساحته رح تكبر المطلوب معدل تغير مساحة المثلث اذا الاي ترمز لمساحة المثلث سيكون المطلوب هو يلا معدل تغير المساحة دي اي على دي تي طب وين اللحظة بعد ثانية واحدة من بدء الحركة يا السلام بعد مرور قدياش ثانية واحدة من بدء مين حركة طب حركة مين سواء اي او بي ما نطلع مع بعض اي و بي بدأوا الحركة معا اذا الزمن متساوي اذا استاذي نرجع هون عندما الزمن تي يساوي واحد استاذ انا ما بلشت بحل السؤال انا حللت لك السؤال رسمت لك الرسمة هذا يا جماعة سبعين ثمانين بالمئة من الحل طب هستانو ياكنا نكون علاقة على الاي والاي مساحة المثلث وانو فينا ما بيعرف مساحة المثلث وكون قائم الزاوية المساحة اي للمثلث هي عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع قانون مساحة المثلث طيب المساحة تساوي نص ضرب استاذي الكريم لو اجينا على هذه النقطة شايفها شفتها يا استاذ وفرضناها هذه نقطة بتقعى المنحنة نقطة بتقعى المنحنة روحنا فرضناها x فاصل y يا سلام بدها الشطارة نقطة بتقعى الاقتران عمنحنة اقتران فرضناها x y الان الاحداث x بمثل هاي القطعة الافقية اذن هيها x وال y تمثل القطعة هاي القطعة العمودية يا عيني هذه معلومات عامة إحداثيات نقطة متعارف عليه لإحداث X بيمثل دايما القطعة الأفقية لإحداث Y القطعة الرأسية طيب ممتاز معناته هذا المثلث كم طول قاعدته X كم ارتفاعه Y ليش هذا ارتفاع لأنه عمودي على القاعدة الارتفاع هو اللي بيكون عمودي على القاعدة تمام معناته مساحة المثلث نص ضرب X اعتبر هاي X ضرب الارتفاع اللي هو Y نص في X في Y هذه هي مساحة المثلث بدي أسألك سرعة النقطة B2 هاي اللي أنا أجلتها ما ترجمتها هذه النقطة B ماشية على X الموجب سرعتها 2 تعرف شو هذا الاثنين DX على DT بساوي 2 طبعا متر لكل ثانية طبعا ليش موجب لأنه X قاعدة بتزيد آه في هون شغلة بدنا نعملها ايش هي هلا انت معاك قاعدة الاغتيران هايو F الـ X يا السلام صورة الـ X بتساوي الـ Y عبر عن هاي النقطة F الـ X صورة الـ X بتساوي الـ Y معناته معناته أستاذي هذي الـ Y بنقدر الآن نستغني عنها ونعوض مكانها F الـ X اللي هو X تكعيب يا السلام محل الـ Y عوضنا قاعدة الاغتيران F الـ X اللي هو X تكعيب شو صارت العلاقة صارت مساحة المثلث نص X بـ X تكعيب X قوة 4 أصغر علاقة في البلد أنا أصغر من هيك علاقة ما مرش معي يا السلام يلا نشتق بسم الله D A على D T تساوي نص X قوة 4 شتق نص بـ 4 2 X تكعيب D X على D T شتقيت معانا D X على D T 2 ظلت المشكلة بالـ X ما نوع المشكلة عادية هذه مش عصورة مشتقة طيب أستاذنا كيف نحل مشكلة X بسيطة اللحظة اللحظة تمثل زمن تذكر هذا المفتاح عندما تكون اللحظة زمن تذكر قانون المسافي المقطوعة تساوي السرعة ضرب الزمن آها الـ X تمثل المسافة المقطوعة لنقطة B لتحركتها معاناة الـ X السرعة ضرب الزمن السرعة 2 اللي هي D X على D T ضرب الزمن اللي هو 1 2 ب1 2 معاناة الـ X بتساوي 2 متن نذكر قانون المسافي السرعة بالزمن عندما تكون اللحظة زمن ما دام اللحظة زمن المسافة السرعة ضرب الزمن الـ X هي المسافة المقطوعة لنقطة B سرعة 2 اللي هو D X على D T والزمن 1 2 ابو 1 2 يعطيك العافية تعال ويساوي 2 ضرب الـ X 2 عليها تكعيب و D X على D T برضو 2 يا سلام سؤال أبو 2 تعال 2 تكعيب 8 8 بـ 2 16 16 بـ 2 32 جواب نهائي معدل تغير مساحة المثلث 32 وبما أنها مساحة وحدة مربعة معطيك بالمتر والزمن بالثواني معناته متر مكعب لكل ثانية أكيد الجواب لازم يطلع موجب ليس B بتمشي لقدام أي ماشي على المنحنة كل ما تحركوا هذا المثلث يتسع مساحة المثلث قاعدة بتزيد وهو المطلوب هذا السؤال علمني الرسم هذا فرضنا نقطة اسمها X Y تقع المنحنة القطعة الأفقية X والرأسية Y ولكن Y هي عبارة عن X تكعيب لأن Y تمثل F X نصب X Y شلنا Y وحطينا X تكعيب صارت العلاقة نصف X قوة 4 ينتهي حل هذا السؤال وتنتهي حلقة اليوم كل التوفيق طلابنا طالباتنا يعطيكم العامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر